اهلا بكم انا فاطمة نعود وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلال تسليط الدول العلاقة مع الآخر المرأة المكسورة مغدرة الحق في المجتمعات الرجعية تحارب في جبهات ثلاث ويواجهها ثلاثة أعداء كلاسيكيين هم المجتمع الذكوري والرجل المصدوح لأن الرجل السوي يحترم حقوق المرأة وأما العدو الثالث فوسوء تأويل النص الديني حتى يتخذ المنح الرجعي المتطرف الذي يضع المرأة في الفانة الأدنى في هذه الحلقة من بودكاست صورة وصوت نود مناقشة ما ينقص المرأة حتى تحصل على حقوقها وتنال مكانتها الطبيعية الكريمة دون معادات الجندل الآخر والتعاون معه كعدو دائم اليوم نناقش تلك الاشكاليات مع ضيفتي وضيفتكم الشاعرة اللبنانية الأستاذة إخلاص فرانسيس صاحبة ندوت الغرفة 19 ومدير ملتقى الشاعر العربي أهلاً بحضرتك أهلاً فيك أستاذي طاطمة أنا نجرب طبعاً أن أكون معك اليوم لو جميل جداً ما سمعت من هالمؤدلة هادي بهالموضوع هيدا الحساس جداً خاصة لألعن إحنا النساء أهلاً بك وإن شاء الله يعني نحظة بحلقة ثرية كما عودتين من شاء الله وستاذة إخلاص هل حولت بعض النسويات الرجل إلى خصم وعدوه ويجب محاربته فتدوازنا القضية الحقيقية وهي المساواة وحولوها إلى حرب إن شاء الله الحقيقة مش بس حولونا خصم للرجل فقط حولونا خصم وعدوه وتحولت القضية النسوية من مطالبة بأبسط الحقوق للمرأة اللي هو الانتخاب أو الانفراط بالعمل أو الشغل أو أن الحقوق تاخذ ذات الراتب مثلها مثل الرجل المرأة بالإضافة لأنت الأشياء الأعداء الثلاثة اللي ذكرتيهم المرأة في هناك عدو رابع هي نفسها المرأة أصبحت عدوة نفسها وعدوة الأنثة بمجتمعها فهي كل شيء يعني يبدو أنه من كترة ضغط عليها تحولت هي أيضا إلى وحش من الدافل وما قدرت تتعامل مع هالوحش هيدا لأنه ما قدرت تتعامل مع ذاتها ففرضته وقمعت الآخر مهما يكون هالآخر سواء كان الرجل أو الأنثة الأخرى اللي قبيلا المرأة حينما تريد أن تذهب أو تمرد تذهب إلى طبيب أم إلى طبيب حينما تحتاج إلى مسألة قانونية تذهب إلى محامي أم محامية أنا برأيي هلأ المرأة لما بدأت تمرد بتروح عن طبيب إذا كان بالمجتمع المنفح طبع هناك مجتمعات ما بيسمح للمرأة مع الأسف أن تروح إذا كان مسموح فبتروح لطبيب رجل لأنه تصق به أكثر إذن هي العدو الأشرص هي العدو الأشرص لنفسه ما هيدا اللي هوني بيثبت أنه هي عدو نفسه خلقتها العدو لأنه فيه بداخلها شيء تحول من داخلها من قطر الضغط يمكن أو بدأت تثبت وجودها بأي شكل كان أو متجهل الجهل كتير بيأثر على المرأة وعلى مكانة المرأة هذه السيدة التي تذهب إلى الطبيب تفضل الذهاب إلى الطبيب ولا تذهب إلى الطبيبة هل ما زالت ترفع شعار المرأة والتهاد المرأة وكذا أم تخجل؟ الحقيقة هي بعدها فيه إزدواجية فيه إزدواجية خاصة عند المرأة بالشر ترفع الشعار وحتى الرجل والرجل حتى الرجل بيرفع شعار أنه هو مع الحركة النسوية أنه هو مع النساء لما يرجع لبيته كيف بيتعامل مع البيته؟ يا ترى بيتعامل بذات الأسلوب اللي تعامل معه مع كاتب التقفية أو شاعر التقفية بسالون أدبيت؟ بيتعامل مع زوجته وبنته على ذات المستوى؟ اللي بينادي فيه من الحريات وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية القول آه أو لا إذا شاب بتقدم لبنته مش على زوجه هو يا ترى بيسمح لبنته تقول إيه أو لا مثل ما نادى بندو من هالندوات مع ست حلوة صبية حلوة أو شاعرة أو كاتبة فهون فيه نحن واقعين تحت الزوجية كبيرة سواء من الرجل أو المرأة والمرأة تعودت أو شايفت المجتمع اللي حواليها سلعة شايفها كسلعة فصارت تستخدم أشياء كتير بإيديها لحتى تقدر تحصل على حقها لما هي رفض أو منع عليها حق التعبير صارت تستعمل التعبير الآخر مش تعبير الكلمة صارت تستعبر تعبير جسد لحتى تقدر تحصل على حقوقها صارت تستخدم جسدها لحتى هي تسلع نفسها هي تسلع نفسها هي من الأساس المرأة من بداية التكوين من حواء هي كانت المتسلطة هي اللي أغوت وأعطت آدم وكان في مجتمعات أمومية كانت المرأة من بدايات التاريخ مثل ما حضرتك تفضلتك في مجتمعات أمومية المرأة هي كل شيء بالمجتمع حتى يومنا هيدا حتى كانت القنص والصيد القنص والصيد وتربية الأولاد هلأ شوف المرأة ووظائف المرأة كم وظيفة بتقدر تشتغلها المرأة بتقدر تكون كاتبة وشاعرة ومهندسة وطبيبة كلنا نصيد القوة فلماذا تشعر بهذا الضعف والزام؟ بالإضافة بالإضافة أنه ممكن تكون شاعرة وممكن تكون ستبات وبتطفخ الخياطة وكل هالأمور هيدا ليش المأس اللي عندها من تراكمات تراكمات الرجل الذكورية الفرض السلطة الدين الدين في مجتمعات مغلقة بيستخدموا الدين من أجل السيطرة فالدين له عامل أكبر عامل بالتأثير بيها المجال هيدا على المرأة ما بين المرأة والرجل والسلطة ما بين المرأة والرجل فهي شو بدأت تعمل؟ صارت بترضي الرجل من ناحية أنه هيك بيقول الدين وأنا بخضع لقلك ومن ناحية أخرى صار عندها ازدواجية مع تطلع يعني هي لما بتمرد بتروع عن طبيب مش طبيبة وانا ما بالبيت بتعطيه بتعطيه السلام تعزين سلام للرجل يعني أعطت الرجل اللي بده إياه وبذات الوقت هي عن تعمل اللي بده إياه طيب سيمون دي بفوار بتقول أن المرأة طولت إنساناً ثم يجعلها المجتمع أنساً تتفقين مع هذا القول؟ المرأة طولت إنساناً والرجل إنسان لتنين إنسان الفرق ما بين الرجل والتركيب البيولوجي بين المرأة والرجل هيدا إلا تركيبة خاصة حتى دماغ وهيدا إلا تركيبة خاصة فالمجتمع بيغزي فكرة الذكورية وفكرة النسوية عند الاثنين فعنا نحن إمرأة مجتمع ذكوري مجتمع ذكوري مجتمع ذكوري عندها من الذكورية أكتر من الذكر لأنه تبنت هالأفكار فرضوا عليها هالأفكار وعنا رجل أيضاً منحوا أعطوه إنه أفكار إنه الرجل ما بيسويبك لأنه هو رجل أعطوه حده من سلطة التعبير عنده إنه يعبر عن نفسه بكل أريحية يعني وبكل راحة ويكون هو إنسان ففرض المجتمع بيفرض كتير على المرأة وعلى الرجل تكوين بيفرش فيه للمجتمع أستاذ إخلاص أنا أرى أن العدالة تختلف عن المساواة تتفقين مع هذا؟ طبعاً العدالة تختلف عن المساواة المساواة العدالة هي ما فيش إنسان عادل الإنسان منه عادل أبداً سواء كان رجل أو أمرأة لأن العدل هي صفة من صفات الله الكبيرة فأنا إذا ردي أكون عادلة لازم أعامل الإنسان الآخر كما أنا طالما عندي أنا اختيار وتمييز بين إنسان وإنسان سواء كان رجل أو أمرأة فأنا مناع بالعدل العدالة هي أعطاء كل إنسان ما يحتاج لي بين المساواة شيء عبث أي ورير موجود طبعاً يعني المساواة ما فينا نساوي الرجل بالمرأة يعني ممكن نساويه مستحيل مستحيل أن المساواة تكون موجودة ما بين الرجل والمرأة لأنه هيدا أمرأة بتركيبتها وهيدا رجل بتركيبته وكل الأشياء بتشير لها الدلالات يعني بتشير لها الشيء كان من تركيبة الجسد تركيبة الفكر القدرات المعبوب العقل طريقة التفكير كل هالأمور هيدا هالطريق هالطريق أن الحركات النسوية الراهنة قد خرقت عن مصارها الذي رسمته مثلا ناشطات وفاكرين لسيمون دي بوفوار وغيرها من النسويين هل خرقت عن مصارها وتحولت إلى عبث أو تطرف نعم خرجت كتير وأصبحت المنادات بالنسوية وبالحقوق تعخطط اللي كانت وجدت من أجله هيدا الحركات تخطط بمعنى أنها حقاقت ما كاسبت بما تخططها لا تخطط خرجت عن المصار خرجت عن المصار طبعا خرجت عن المصار وصار فيه توحش وصار فيه هجوم على الرجل صار فيه هجوم أكتر على الرجل فإذا أرغبوا لعلي أنه يطالب بحقوقه طبعا هلأ فيه كتير جيل بيطالبه أو عم بيحكوا أو ما بيقدروا يحكوا لأنه أعطت الدول كتير أعطت المرأة حقوق أكتر من الرجل فأصبح الرجل حقوق يعني هل ينطبق كلامك على المفتوعة العربية هل نالت المرأة حقوقها كاملة حسب القانون فيه دول كتير أعطت المرأة حقوقها ولكن في البيوت فيه تفاوت ما بين إذا المرأة حصلت على حقوقها أو لا العنف الزوي مثلا العنف المنزلي ماذا تسميه العنف المنزلي هنك رجال معنفون أيضا وهناك عنف المرأة ضد المرأة أو ضد جسد المرأة أنت أدف أنا مش أنت ولا أنا أنا إنسان وأنا بشوف الإنسان بحق يعني كما هو بشوف المجتمع كما العنف الواقع على المرأة domestic يعني domestic violence بالبيت عنف الذي يقع على المرأة تكافئين الذي يقع على الرجل بحكم حتى التركيب الجسدي للمرأة بالتأكيد هي أضعف برك من صاحب القرار في أي شيء في هالعنف هيدا المجتمع هو صاحب القرار بهالعنف هيدا وهالتعنيف والرجل الرجل ما هو إلا أداة لتنفيذ والمرأة ما هي إلا أداة أيضا لتنفيذ المجتمع يعني المجتمع هل يطلب الرجل أن يوارس العنف على المرأة لأنه فرض عليه الذكورية فرض عليه هالهيمة خاصة بمجتمعاتنا العربية الرجل هو الرجل كل شيء فرض عليه أن يكون هاي فهو بدي يمارس هالحياة هاي دي بالبيت عنده فكان رد فعل المرأة مثل ما إلا بالبداية الاستسلام من ناحية والثورة من ناحية تاني يعني شايفة أن القوانين أعطت المرأة خواصة كاملة في التشفية بالدول العربية لا مع الأسف ما فيش ما فيش ما 즐ده في هذا المشرع أمن لأنه نحنا بالشرق لأنه عندنا الدين السلطة اللي هو الأكبر من أي قانون والعرف أقوى من القانون والعرف أقوى من القانون والمجتمع أقوى من القانون يعني مهما الدولة عطت قانون وشرعت قوانين بيبقى المجتمع المرأة اللي هي عايشة به المجتمع هيدا بتفرق من حي لحي بالمجتمعات فهو المجتمع هو المشرع الأكبر والدين هو المشرع الأكبر هو القانون الأكبر للمرأة عبارة نحن نصدق الناجيات على إطلاقها دون إبادنس دون دلائل دون أسانيد هل تعتبرينها يعني تعتبر يعني سيفاً سلطاً على رأيك قابل رجال؟ هو سيف صح ولكن ما فينا بالبداية ما نصدق بالبداية طبعاً الناجيات من التحرش التحرش الجريمة لا يستهن بها خاصةً إذا كانت ضحايا طفلات يعني بعمر صغير ما بيقدروا يدافع عن نفسهم فلما بتجينا تحكي أو بتخبر فلازم نصدقها بالبداية لازم نصدق ونعطيها الثقة حتى تحكي لأنه إذا ما عطيناها الثقة وما صدقناها بالبداية ممكن تكون هي حقيقة تعرضت لها وغيرها مش حيقول وغيرها مش رح يقول بعدين يعني رح يكون في تراجع بأنهم يوسقوا باللي حوالي هون هول الناجيات وما يحكوا وما يخبروا الناس وما يعطوا نصيحة أو ما يعطوا مساعدة للبنات اللي بعدين أو للستات كيف أنهم يتحاشوا أو يكونوا واعيين لهالأمر هيدا اللي هو اللي يتعرضوا لإله فبالبداية المفروض نصدق الناجيات وبعدين بصير فيه تحقيقات كل قضية وظروفها وكل عمر وظرفه والثقة هون مهمة كتير بهذا الموضوع السقة كتير مهمة إنه نعطي هالمعتدى عليها ثقة أول شي لحتى ترجع لإلى ثقتها بنفسها إذا صحيح هي تعرضت وبالتالي يعني نساعدها على التعافي والتعافي لأنه الكلام هو نوع من التعافي يعني إنه هي تقول أنا صار معي هيك فهيدا نوع من التعافي والتشافي فبالبداية ضروري نستق وبعدين بصير الإجراءات الطبية أو مش طبية تكون إجراءات نفسية طبيب نفسي أو معالج نفسي أو حتى مساعدة من مساعد اجتماعي يعني يقعد معها يسمعها من خلال حديثة ومن الكلام معها بيقدر يعرف صح هي تعرضت أو لا لكن هل خرجت من النسوية عن مصارع الحقيقي في المجتمعات العربية يعني إيه الفارق بين النسوية في المجتمعات الغربية ونسوية أو من ممارسات النسوية في المجتمعات العربية بالمجتمعات العربية خرجت طبعا خرجت كتير عن المفهوم النسوي لأنه بالغرب المفهوم النسوي كان الحق أنه مثل ما قلنا لعدالة 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 طب في المجتمعات العربية بالمجتمعات العربية لأ صارت الطالب بالرجل بأي شيء صارت هي فكرة أنه هي تكون متحكمة ومتسلطة بالبيت بالعمل بكل شيء يعني فخرجت عن موضوع الأساسي للنسوية أو للحركة النسوية اللي كانت بالغرب فأنت بتلاقي المرأة كيف أن أضبط الميزان كيف أن أضبط المرأة عندها فيه جهل ما فيه عندنا وعي ما فيه عندنا وعي كامل بشو هي أساساً النسوية ما فيه عندنا وعي ما عندنا مجتمع وعي حتى المرأة اللي بتتعرض اللي كانت متعرضة لنقول لتعنيف بالماضي فما عندها الوعي الكافي أنه تجنب المرأة الجديدة بنتها، كنتها، أختها، الجيل الجديد هيدا بالعكس بتقول أنا مثل ما أنا تعرضت للتعنيف فبتفرض هالتعنيف هيدا بتعامل مع بنتها بتعرضها للتعنيف سواء التعنيف الجسدي أو التعنيف من الرجل لأنه هي نموذج كانت فما بتقدر تطلع من دحت هالخيمة هيدا فهي ورا الرجل حتى لما فيه مجتمعات كثيرة هي ورا الرجل مثلا أنا هون من فترة كان عندي ملتأة كان عندي ملتأة وكنا عام نعالج الأدب الشعبي كان فيه عندنا مشاركين ببحوث حول العدودة والمرأة والثقر فاتضح أنه المرأة هي ورا الثقر بصعيد مصر ليه؟ في كثير من الأحيان هي وراه لأنه أنت مش رجال إذا ما أخدت بطار فلان أنت مش رجال إذا ما أخدت بكذا فهي الدافع الأكبر يعني هي المحرد الأكبر للرجل أنه يعمل عملية السقر ليرضيها بالدام فحتى فيه من الرجال اللي كانوا مقدمين ببحوث مسمين أنه المرأة الدموية من كتر ما هي عندها تسلط وعندها جبروت وعندها هالأمور هاي دي تدفع بالرجل من خلال عادات وتقالية تتطبقها بمجتمعها ولكن هل هذا النوع من أنواع تطرف النسوي؟ لا هيدا نوع من أنواع الجهل أنا باعتبره النسوي يعني هي ما عندها الوعي الكافي أنه بالنسبة للثقر لنقول على سبيل المثال أنه هيدا بيجر دم بيجر دم أنه ما بترضى عليه لإذنها حرد على العنف بيحرد على العنف طبعا وده عكس طبيعة المرأة مفترض يعني مفترض عكس طبيعة المرأة ومن هون إحنا منقول أنه خرجت المرأة عن المفهوم النسوي اللي كان بالغرب لمجرد المساوات بالحقوق المشروع على الرجل سواء كان على سعيد العمل أو الانتخاب أو الوظيفة فحولتها هون للامتلاك حب الامتلاك التملك التعصب الأعمال اللي مش مرتكز على أي ثقافة معينة أو على أي مفهوم للمساوات ولا الدكتاتورية وللأنسة وللرجل أنه كل واحد بالمجتمع له دوره تتفقين مع هزر بن الصالح التطرف النسوي ما هو تعريفه في نظريك؟ التطرف النسوي هو كل ما يخرج عن المرأة يعني عن مسار المرأة عن مسار أنه هي العدالة العدالة والمساوات والأمور هذه يعني هذا تطرف أصبح تطرف كل شيء ما هو يعني الصدوع الكتير تطرف الفضوع الكبير للرجال تطرف وأيضا الفروج عن الصدوع هذا كمان تطرف طيب كيف تواجه المرأة كل ما يمارس عليها الختان والزواج القاصرات وإجبارها على عدم التعلم أو التصرب من التعليم كيف تواجه الأنسة هذه الأمور إن لم يقم بالتطرف النسوي كيف تواجه التطرف النسوي شيء وأنه التصطيف المرأة شيء آخر فعلينا نحن بتصطيف الوضع توعيتها بحقوق توعيتها بحقوق أنه المرأة توعيتها أساساً بالتبعيات أو بالأوكامز للإشياء اللي هي بتعملها مثلاً للثقر لازم توعى المرأة أنه شو بينتج عن الثقر لازم تفهمها شو بينتج بالنسبة للختان لازم تفهمها أنه الختان هيدا جريمة بحق المرأة جريمة بحق مشاعرها وجريمة بحق الرجل لازم تفهم المرأة هي فهمت نفترض أنها تعلم حقوقها كيف تدافع عنها دون أن تنزلق في خانة التطرف النسوي لازم تكون مصطفة واعية يعني التصقيق هي واعية بحقوقها نفترض أنها واعية بحقوقها كيف تطالب بها وتقتنس حقوقها دون الوقوع في التطرف تبقى ضمن الأنون طبعاً الأنون يعني اللي ممكن يعطيها حقها فيه منظمات دولية بتساعد يعني في الصعيد أو في الريف أو كذا كيف تلجأ إلى هذه المنظمات الدولية هذه طبعاً بالمدن والقرى النائية اللي ما بيوصلها هالمساعدات هذه المرأة بمجتمعة يعني تبقى ضمن مجتمعة تنجأ للمرأة المثقفة الأخرى تطلب المساعدة من المرأة المثقفة الأخرى تستوعب هي شو عم تعمل تسمع تقرأ يعني هلأ الانترنت واصل بكل بلاد العالم ما في ضيعة مش واصل إلى الانترنت فبتقدر المرأة صارت تسقف حالة وتعلم حالة وتتعلم وتتكل حالة ما بقى تتكل على الرجل مثلاً بالمعيشة تتكل عليه أنه هو يروح يشتغل ويجيب لي مساري مع أنه أنا شايفة كتير أنه غيي الستة هي اللي بتروح تشتغل والرجال أحياناً نايم بالبيت أحياناً كتير طبعاً المرأة المعيلة يعني حتى في مصر كتير نعم في المرأة يعني فيه هاك وفيه هاك فالمرأة نحن الكتاب قدامها الانترنت قدامها تقدر تسقف نفسها تواعي نفسها وتواعي الأجيال اللي جاي من بعدها طب هل الواجبات الواقعة على المرأة المطالب بها المرأة أنها تتعلم ولادها وتربيه وتأكله وتطبخ وتنظف البيت وتروح الشغل وا 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 هل هذه الأعباب بعكس الرجل الذي مطلوب منه بس النوماني ميكر يعني هل هذه الضغوط الشديدة والمتعددة على المرأة ممكن هي كل سبب في شعورها بالنهر؟ هلأ هون منوجه للمساواة هون منوجه للمساواة بين الرجل والمرأة بشغل البيت مثلاً يساعد مرته إذا المرأة بتشتغل خارج البيت وإذا رفض عليه يمد إيده إذا رفض يعني دينال مثل ما بيقوله نصيبه من هالناحية طبعاً في عبق كبيرة على المرأة لأنه المرأة عندها بطبيعتها هي أم بطبيعتها هي حاضلة الأولاد بطبيعتها هي النموذج اللي الأولاد بتعلموا منه بدون ما تحكي بتصرفاتها هي النموذج اللي بتتعلم منه هي الحضورة أكبر بالأسرة ليش هي الأصل ولاش هي الأهم؟ الرجل غايب عن أولاده كل النهار بطبيعة عمله برا البيت ولكن المرأة أكتر الوقت هي المتواجدة طبع الأولاد فهي مسؤوليتها مسؤوليتها أول شي تقف نفسها إذا هي حابة هالشي ما هي لازم يكون عندها إرادة إذا المرأة ما عندها الإرادة وما عندها النية إنه هي تساعد الأشياء اللي الجاي بداية من أولادها فما رح تقدر تعمل أي شي فهي بدون أي حكي بدون أي فعل هي نموذج للأولاد اللي يتحلموا منها طيب إذا فيه أستاذ إخلاص علاقة بين رجل وامرأة وأخفقت فيطلقون شعرات مثل toxic masculinity يعني الذكورية السامة هل هناك toxic feminism يعني في المقابل نسوية مسمومة أيضا يعني ما فيني أعمم بكل هيد القضايا النسوية والذكورية والجندر ما فيك تعممة تاخذ حالة والتفرضية على مجتمع ما فيه تعميم فيه حالات خاصة ممكن تكون فيها هي تتعرض تكون شرسة تكون تجربتها مش ناجحة فتنقلب هالتجربة اللي مش ناجحة لا فما نزم شرسة صحيح toxic يعني فبصير هيدا ما فينا نعمم ولكن فيه حالات طبعا الاختلاف البيولوجي بين الربل والمرأة يجعل من المستحيل المساواة فالمرأة تنجب ابنها تحمل وترضى عواء ولأخيري فالمساواة هنا مستحيلة ونحن نطالب بالعدالة العدالة هو إعطاء كل ما يحتاج إليه فهل الاختلاف البيولوجي أحيانا قد يربك المرأة ويشهرها بأنها لا تنال حقوقها نظرا لأعباءها الأكتر من الناحية البيولوجية أو حتى كونها أضعف جسدية من الربل هل هذا يشعرها بالدونية مثلا؟ أنا برأيي لازم المرأة تفتخر أنه هي تختلف عن الرجل أنه تفتخر أنه هي ما عندها المصز شكلها ما بيكون حلو هذا أول شغلة أنه ما عندها لتركيبة الجسد تفتخر بجسدها أول شي تحب جسدها تحب ذاتها هي كونها امرأة هي مميزة حتى لو وقعت تحت ضغوط الحمل ده حسب تقول الأمومة الأمومة شيء حلو مشاعر حلوة وبعتقد كل إمرأة أنجبت تعرف قيمة الإنجاب وهالمشاعر اللي بتتبع الإنجاب قديش بتحس حالة صغيرك لما بتنجب ولد وغيه بالأربعين فبتحس حالة رجعت للعمر التسعتار أو العشرين فهي دي لازم تفتخر المرأة كونها امرأة بتركيبة جسدها وأن هي مميزة عن الرجل وأنه هي عندها قدرات الرجل ما بيقدر يعملها القدرات الزهنية نحنا بنعرف أنه المرأة بتقدر شبكي تفكير شبكي تفكير شبكي الرجل تفكير أحادي صندوقي صندوقي أحادي ما بيقدر يفكر بالشغلتين سوا فهي المرأة الفهمة لتركيبتها البيولوجية تركيبتها الذهنية أنا برأيه لازم تفتخر في علم البيولوجي يتدرج الكائنات الحية سديات من وحيد الخلية حتى نصل إلى أرقى الكائنات الحية من السديات وهو الإنسان وحينما نصل إلى الإنسان على قمة هذا الهرم العيراركي يعني نجد المرأة والرجل يوصف الأرقى بالذي يمتلك تعدد في الوظائف البيولوجي وبالتالي فإن المرأة هنا تمتاز عن الرجل بقدرة على الحمل وإنبات جسد إنسان آخر داخل جسدها في مكرار هذا الجسد وإطعامه من جسدها إلى آخره هنا تعتبر هي الأرقى بيولوجيا هل هذا يعطيها تمييزا ما؟ التمييز الأكبر هو اللي بتفتخر فيه المفروض تفتخر فيه في كل إمرأة وأنا اللي بفتخر فيه كمان كوني إمرأة إنه أنا بعطي حياة الرجل ما بيقدر يعطي حياة فهيدا الرجل كل عمره يعني بعتذر من الرجال كل عمره بقادر على الإبداع قادر على العطاء قادر على الاتكار قادر يعمل كل شيء ممكن يخطر على بال الإنسان إنما يعطي حياة ويلد مش قادر هو اللي بيصنع الحروب هو اللي بيصنع الحروب هو اللي بيصنع ببكن السلام هو اللي بيصنع كل شيء ولكن إنه يصنع مخلوق أو يعطي حياة لمخلوق مش قادر يعملو فالإنسان فالرجل عنده هون دائما شعور بالناس دائما عنده شعور بالناس ووف دي كلمة خطيرة جدا أنا برأيي هيك دائما ليش هو بيستخدم بيحاول التصنق من أشياء برأيي أنا يعني برأيي المتواضع إنه واحدة من الأشياء اللي بيحاول الرجل يغطي فيه هيدا النقص إنه مش قادر يعطي هالحياة اللي عطتوا المرأة هالناحية بيعوضها بالعنف بيعوضها بالعنف وتشريع القوانين لحتى تخضع المرأة لحتى يقدر يخضع على إلوك ولكن هي أقوى منه هي تعطي حياة المرأة تعطي حياة منه هين يعني أبدا هل ترين فارقا بين النسوية الغربية ونسوية العربية سواء في المفهوم والفلسفة وسواء في التطبيق أيضا طبعا طبعا يعني حتى المرأة تختلف بالغرب عن التفكير المرأة يختلف شكل المرأة يختلف مع أنه هي المرأة هي زادة بتركيبتها البيولوجية أو بتركيبة الجسد لكن تختلف المرأة بالغرب هي عارفة حالة شو بد وهو عارفة حالة قد تتكل على عقلة أنه هي قادرة تقدر تطلع تشتغل وتجيب مصارك وتعيش حالة بحالة ما بتتكل على جسدها ما بتتكل على الرجل ما بتتكل على أشياء كتير عم اجتمعها فهي عندها استقلالية بالغرب المرأة عندنا بالشرق مع الأسف لحد هلأ بعد ما عندها استقلالية ومفهوم الحرية حتى عندها غير حقيقة وغير روية مفهوم الحرية للغرب معظم السيدات مع الأسف في الشارق بيفتكروا أنه هي الحرية كيف تلبس وكيف تفلع تيابها والظاهر من برا ولكن الحرية لا حرية أعمق من هيك بكتير حرية أنا من جوة حرة حتى لو كان في حوالي مليون طيب حتى لو كنت أنا داخل أربع جدران ولكن أنا فكرة حر هيدا الحرية وباتكر هيدا هو اللي بالفرق بين الشرق والغرب هاي برايك أن الأديان أو العقائط يعني وضعت المرأة في مرتبة أقل وأدنى كونها صادعة للرجل كونها مثلا في صخفة الإسلامية اللي تأم الرجال وإن كانت هناك بعض الحركات الجديدة التي سمحت بأن تأم المرأة رجالا أيضا في الكنيسة لا يمكن أن تكون كاهنا وتمارس الطقس البسيحي حتى في اليهودية بقى هناك الأصعب أنني يقول الرجل الحمد لله الذي لم تخلطني حيوانا والأمرأة إلى آخرين هل ترين أن هذه العدم الندية في العقائط يعني سببت بعض الإشكريات النفسية للمرأة؟ طبعا شكلت إشكرياتي كبيرة وأنا بحيي كثير من النسويات اللي خرجنا بالعالم العربي وما زمن هون من مصر وكانوا من بيئة إسلامية نوالي السعداوي نوالي السعداوي وغيرهم ومع الأسف من جهة المسيحيين ما عندنش ولا امرأة ما فيه ولا امرأة قائدة مثل نوالي السعداوي مع أنه فيه غبن بكمان بين المسيحيين واستخدام الدين بغير نصوصه فقط لحتى للتصنع مثلا عندكو في لبنان عندكو الجمانة حداد مصر عندنا في لبنان هلأ لبنان بالشرق كله لبنان وضع خاص بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل بالنسبة للإبداع لبنان بلد متنوع فيه اختلافات فيه طواقف كتيري فيه تنوع وهالتنوع البلد استفاد منه كان فيه تنوع في قبول للآخر في انفتاح على الآخر فأعطى المرأة كمان تنفتح على الآخر لأنه لبنان متنوع فهو يختلف بكل شي فأما بالنسبة للديانات الأخرى طلع من أنا بعرف يعني نوالي السعداوي وهي أكبر نموزج للحركات النسوية والدين عندنا طريق طويل نعم طبعا فيه عندكم طريق طويل اللي هون بمصر وبفتكر النصوص الدينية لما تستخدم بغير محلة خلق بعض انه تفسيرها وده العدوة في سارس كما تكلم تفسير تفسير كل واحد بأول حسب مصلحته فأنا تحت سلطة الدين وتحت عبائة الدين لأنه المرأة ما فيها تقول لا لأنه بيجيها مثلا هيدا الله قال فبنصب هو ذاته إله لحتى يخضر المرأة أو يسيطر على المرأة واش بس على المرأة على مجتمع بكامله يعني أحيانا نلاقي الطفلة الصغيرة يعني تطقر جدا من تمييز أخوها عليها وتقول أخويا شمعنا عند حقوق أكثر من كذا وحينما تصبح هذه الطفلة أم أن تمارس ما مورس عليها ما رجعنا هون إلى المرأة للأصل هي العنف هي أو يعني ده طبيعة طبيعة في المرأة أن تشعر بأنها الأقل أنها طبيعة يعني فطرية فيها سكينة لأنه زرعوا فيها أنه هي الأضعف لا نيجي إلا مثل مين زرعوا؟ المجتمعات العربية أو بشكل عام؟ بالعالم كان موجوده حتى بأوروبا بالعالم البطر ياركي كله نعم نيجي لعند المرأة بالمجتمع العربي لما بيولد ولد طفل ذكر كل العيلة تنبسط كل العيلة بتهايكس لما قالوا دي مناي أنا بحدثت حيطة علي عن طفل ذكر ببنعنا بالبيت يعني أنا إحنا خمس بنات بالبيت كان بيه كلما أمي جابت بنات يطلع من البيت يطلع من البيت يطلعك البيت أربعين يوم فما كان يرضى لأنه مجتمع شرق بده شباب سند ولكن لما كبر لما كبروا البنات هم اللي بقوا السند هم اللي بقوا السند وإعترف هو قال إنه أنا لو هالخمس لو عنده ثلاث شباب لو كلهم جبتهم بنات كنت حبقى سعيد كنت حبقى سعيد فنحنا عنا من بداية لما بيولد الطفل بالبيت ذكر أو أرسى فهوم تبنش التفرقة وقوم يشتغلي قوم يجيبك ببيت الماء لخي قوم يطبخك قوم يغسلك فالمرأة هي اللي بالبيت اللي قوم هي اللي بتزرع ببنتها هيدا الضعف ليه؟ لأنه بتعمل من بنتها خادمة لخية أو خادمة لبية فما بتعاملهم بالمساواة فالبنت بتطلع إنه هي تشعر بالضعف والإهانة بدت المبادية هتكون أحسن مني حتى كنتي أو حتى بنتي فبتوقع بذات المغتص وبتكون في تكرار لأمور هيدا ولا تنتهي جمفرس ما بينتهي ما بينتهي لا أبدا ما بينتهي وستاذة إخلاص هل ترينا أن في الكنيسة الكاتوليكية بدأت حراك أو ثورات تثوير لتعزيز مكانة المرأة وتكريس دورها أكثر؟ الحقيقة أنا مش ضليحة كتير بالأوانين الكنيسة الكاتوليكية ولكن أنا بعتبر إنه التحرر صار مثلا بأوروبا اللي هي تعتبر كاتلك مثلا الفرنسا دولة تعتبر كاتلك ما فيش أي رمز كل أوروبا أنا أعزمها كاثلي يعني أنا خبرت لأنه عشت أو كنت بفرنسا وبقدر إحكي عن فرنسا فالتجربة اللي أنا عشتها إنه ما فيش بقى وجود أساسا للدين صارت دولة علمانية وبالتالي حكومها قانون قانون العداء قانون ما بقى فيه للدين سيطرة على الناس لأنه من العصور المظلمة كانت لما كانت كنيسة مهيمنة داقوا الأمرين فطلعوا من تحت عباقة الكنيسة ولما طلعوا من تحت عباقة الكنيسة كل أوروبا انتفطت وصار في عندها هيدا المفهوم التحر التقدم اللي وصلت لأي لأوروبا يعني هل تتفقين في النهاية مع مصطلح ديكتاتورية النسوية أم ترفضينه هل النساء قادمون وليس قادمين لا مهما كان مهما كان المرأة حتى مع أنه هلأ الغزو اللي عم بيصير بأمريكا حاليا للجندر أنه الولد بالمدرسة ما بقى في مدارس كتير ما إليك سلطة على ابنك أو بنتك وهي عمره حتى سبع سنين وقال البنت قالت أنا حسي حالي بديكون صبك فبياخدوها ببلش يعطوها هرمونات فهون مهما عملوا ومهما اشتغلوا لما بتيجي تاخذ فحص الدم بيطلع هيدا صبك وهي دي بنت مهما حاولوا يشتغلوا على هالموضوع هيدا المرأة 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 والراجل وهيدا من جمال دراما طبعا وهيدا التحاول لأنه نحنا إذا كنا كلنا رجال شو نفعل وإذا كنا كلنا نساء شو نفعل هو دا الديالكتيف فهو هيدا النسيج النحلو ما بين الرجل والمرأة وربطة التانجوم طبعا طبعا أستاذ إخلاص فرانسيس الشاعرة اللبنانية الجميلة بشكرك عن هذا اللقاء الثري وأهلا أم بيك في مصر دايما أنا بشكرك كتير أستاذي فاطمة على هالبرنامج الحلو على هالموضوع الحلو اللي اخترتين نحنا بأمس الحاجة للمرأة تعرف مكانتها بالمجتمع وتعرف أنه هي كونا امرأة هذا شيء مشهر بشكرك شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة من صورة وصوت مع فاطمة نعو اشتركوا في القناة